موضوع بر الوالدين من الموضوعات اللي كتير جدا من المشايخ اتكلموا فيها وده قال لك فضل بر الوالدين وده قال لك بيحذرك من عقوق الوالدين وكلام كتير كلنا وبقالنا سنين بنقوله تعال عيشنا وانت كده مع بعض في بعض الامور المهمة في بر الوالدين اول امر محتاجة اكلمك عليه ان برغم موضوع بر الوالدين وعظم امر بر الوالدين والعبادة دي عبادة عظيمة بيدل على ذلك ان ربنا قرن بر الوالدين بتوحيده وعبته وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قضى حاجتين امر ربنا بحاجتين ووصى بحاجتين حاجة الاولى الا تعبدوا الا اياه التانية وبالوالدين احسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ربنا قرن عبدته وتوحيده ببر الوالدين عشان تعرف عظم منزلة بر الوالدين اتنين ربنا قرن شكر ربنا بشكر الوالدين أنشكر لي ولوالدي إلي المصير اللي يشكر لوالديه نعمتهم عليه كأنه شكر ربنا وشكر ربنا على نعم ربنا عليه تالت حاجة ربنا قرن بن طاعة وطاعة الوالدين طاعة الله قال صلى الله عليه وسلم طاعة الله طاعة الوالدين ومعصية الله معصية الوالدين اللي يطيع أبو أمه كأنه أطاع ربنا والي أصي أبو أمه كأنه عصى ربنا بس فيه هنا شرط لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اوعى تطيع والدك او والدتك ابوك او امك في معصية ربنا لا حد يش هينجيك بن ايد ربنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كل ده كلام سهل وحلو بس الخطورة جاية منين في موضوع بري الوالدين اخطر نقطة في بري الوالدين من وجهة نظري وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم رضى الله في رضى الوالد وصخط الله في صخط الوالد يعني ايه يعني ربنا قرن رضاه رضى ربنا مشروط بان ابوك وامك ارضوا عنك رضيه عنك يعني ربنا ارضي عنك صخته عليك وغض منك يعني ربنا صخت عليك ويبقى غضبان منك يعني ايه يعني الموضوع مش هزار الموضوع جنة او نار ابوك وامك رضيه عنك يعني ربنا رضي عنك يعني بقت من اهل الجنة ابوك وامك غضبوا منك وصختوا عليك يعني ربنا هيبقى غضبان منك ويصخط عليك يعني معناها والعياذ بالله بقت من اهل النار ما بنهزرش في موضوع بري الوالدين الخطورة جاء من هنا موضوع مش عبادة تعملها او ما تعملهاش لا موضوع يا جنة يا نار عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له احد الصحابة انه يستأذنوا في الجهاد في سبيل الله قال احي والدك ابوك وامك عايشين قال نعم قال الزمهما الزمهما ليه قال فان الجنة تحت ارجلهما انا قصد اجيب الرواية دي بحسنة الشيخ الالباني في الترغيب والترغيب لان ناس كتير فكرة ان الجنة تحت اقدام الام لا الجنة تحت اقدام الوالدين الاب والام عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الوالد يعني الاب او الام اوسط ابواب الجنة فان شئت فحافظ على هذا الباب او ضيعه يعني ايه الوالد اوسط ابواب الجنة الوالد اوسط ابواب الجنة يعني افضل ابواب الجنة افضل ابواب الجنة باب اسم الوالدين من أبواب الجنة فيه باب اسمه الوالدين اللي أبر أبوه و أمه يدخل منه عشان كنا أنا دايما أقول لكم يا جماعة الباب ده أيصر طريق ندخل بالجنة بر الوالدين الصلاة ما إحناش عارفين مقبولة ولا لا عملناها بخشوع ولا مش بخشوع الصيام يا رب كنا مخلصين فيه ولا كنا من أهل الرياء إحنا مش عارفين العبادات شكلها إيه خليك في بر الوالدين إلزم رجليهما خليك تحت أقدامهم خليك في طاعتهم خليك في خليك في طاعتهم في خدمتهم خليك مع أبوك و أمك خليك دايما في الكوم اللي يخلي أبوك و أمك رضيين عنك لأن لو رضيه ربنا هيرضى عنك ولو صخته ربنا يسخط عليك اللهم ارزقنا بر والدين رب ارحمهما كما ربنا صغارا شكرا شكرا شكرا